السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ام عبد الله تحييكم و اتمنىكم كامل صحة و العافية فيديو جديد اليوم ان شاء الله كيف تفتحوا الخضر النفس في اول الفيديو اليوم ان شاء الله سوف نديم مع بعضنا المحاشي محاشي ديال الكوسة غورجة بنادورة مطيشة بطنجان فلايف لخضراء فلايف لحمراء بصل و البطاطس اعتذر كل هد الخضار انا اخذيتها و غسلتها و عدا نقرتها يعني اخويت الداخل ديالها ما عنديش ما كنستعملش النقارة دائما كنخوية بالسكين ان شاء الله غن نشارككم واحد الكوسة و واحد الفلايف لكيفاش كننقرهم من الداخل بالنسبة البنادور دك الداخل ديالها اللي انقرته فانا حطيته مع البنادور اللي غنستعمل بالداخل هنا اخديت معاكم واحد الكوسة اللي هي مغسولة اول شيء نقطع لها رأس دياله و يكون مستقيم نقطعه بطريقة مزيانة كان اخذ سكين يكون حاد و يكون يعني رأس دياله رقيق بشكل موضح معاكم كان نجي كنن وضع واحد الحفرة صغيرة في الواسط قبل ما نبدأ النقر ضروري هذه الحفرة نوضعها باش كتسهل علي العملية ان النقر جي مقاد و جي في الواسط كان نحيد هذا القليل اللي درس في الحفرة كي كنتشوفه و موضح معاكم ثم كان نضيف السكين ديالي و كان نبدأ النقر بسرعة ليش هنا بسرعة لان اذا نقرت بشوية غا تهرس معايا الكوسة هي يعني كوسة صغيرة السكين فاش رد يدخل غا يكسرها كاملة ولكنني كان نصرف بسرعة فانا كان نقرها بكل سهولة دون ما تخدشه لتكسر معايا كي كتشوفو ما شاء الله تبارك الله يعني منقورة و احسن من النقارة يعني ببسطة السكين كيف كنتشوفو صفي طريقة الكوسة هي هذه كان نحيد لها داك الاسفل ديالها اللي غتشوفو من الوراء ولكن ما نطقبوش لتحت ديالها لانا لانا مشينا تطقبناها غا تتبس لنا من تحت و تخرج لنا الحشوبة كان نحيد وريدك بحلق شرقيق بالاسفل اللي يكون لون دياله غير مرغب فيه يعني اسود او عمر بشي حاجة اللي مزويناش فقط و سوف نضع الكوسة النعجرة بالنسبة للفليفلة فهي كذلك نفس الشيء كان نقطع لها راس ديالها او يمكن تقطع راس و تخليه مشدود من الجنب لانا نفضل هالطريقة احسن و نحتفظه بالراس كان نزيل البيدر او الزريعة ديالها بهالطريقة كي كتشوفو و كنتخلص كذلك من دوك العرق لك يكونوا الداخل لانك يعطيه المرورة للفليفلة من المفضل دائما نضعوا هكذا بالنسبة للبتنجان واحد لاضافة واشارة سوف نضع لدينا البيض لانه بتنجان يسود بسرعة مباشر بعد ما شفتوا معي كيف نقرنا من الخضر سوف ندوز معكم الحشوة بالنسبة للحشوة سوف نحتاجوا اللحم المفروم يكون فيه نسبة الدسم مزيانة يعني يكون فيه 40% حتى 50% دسم جيد لاننا نحتاج الدسم مع روز لدخل حشوة الخضر هنا كمية اللحم والروز يبقى على حساب العدد الخضر هنا تقريبا عندي 11 جرام اللحم او اقل بقليل عندي هنا روز لنضيفه عليها عندي نوع بسمتي استعملت لبسمتي ابيض اللي سبق لي غسلته جيدا ونقعته في الماء قبل ما نخدم به تقريبا 1-5 ساعة سوف نضع الروز فوق من اللحم المفروم ثم نضيف لي هنا عندي بصلة مفرومة واحدة تكون كبيرة لما كانت كبيرة سوف نضيف الجوج متوسطي الحجم مفرومة ناعم تكون صغيرة عندي جوج ديال الطماطم صغار اللي قشرت ليهم حية القشر وخليتهم بالبدر ديالهم قطعتهم مكعبات صغيرة وضفت ليهم القلب ديال جوج ديال البنادورات اللي انا فرقتهم باش غنحشيهم كذلك مع الخضر ديالي يعني عندنا جوج بنادورات كاملين بدون قشروا عندنا القلب ديال جوج بنادورات هنا غنضيف البهارات غنضيف اول شيء الابزار الفلفل اسود غنضيف ربع حتى نصف ملعقة على حساب الرغبة ديالكم في الحار غنضيف هنا أربع بهارات هنا بالنسبة ليا رقم اصلا سبع بهارات لكن انا حيديا مو جدا مش فغنضيف اربع بهارات غادي انشاء الله نشارك معيكم فيديو خاص بنkeية البهارات ال�troتي غنضيفعوه مع بعضنا لحساب الرغبة بالنسبة لجدالة الوماع organisations غادي انشاء الله نكون كلدوهم لكم صندوق الوصر باش وجدوهم في البيت و بجدوهم لأن بدون هدل البهارات لا يتم تطلع المحاشي نضيف قليل ملعقة كمون 4 ملعقة ضيف فلفل أسود ضيف كمون 4 ملعقة مملوقة صغيرة ضيف الملح وضيف زيت الزيتون قليل منها هنا مباشرة تلقي الإناء صغير لا يتم تحضر الحشوة والحشوة ستخلط جيدا إذا أردت اللون الحشوة يكون أحمر ضيف البابريكا أو ضيف رب البنادورة كما قال لكم الاختيار أنا أردت بحلها كعادي يمكن أن تضيف كذلك قليل من القصبرة يابسة لا أردت أن أضيفها 6 بحارات سأبدأ الحشوة بعد ماء نخلط الحشوة جيدا حتى البصل تطلق لنا الماء ونسجم مع الأبهارات ومع اللحم المفهوم كيف نحشيها نحشيها بطريقة موضحة كما تستعمل الأصبع الصغير لأنه يساعدني في تشفوة الحشوة وضروري أن نضرب الكوسة مع اليد الأسفل لتنزل الحشوة للأسفل ونحشيها حتى المجال لتنفخ الرز ونحشيها 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 تنجرة وضعت فلفلة جميلة جميلة وكرافص يأتي رائعين غير طريقتي ودعني الإن شاء الله سأعطي لكم جوج العروشة وكرافص الوراق وقليل منصيقان ونحشيها فيها كول أسفل لتنجرة نكمل الخضر كامل بالنسبة الفلفل الأحمر الآن خطرت لأنه قبل الوليدات لا يأكل الحار وضعت فلفل لأحمر وضعته يحملون الكثير من الحشوة جيدا لذلك ولكن يأكل الوليدات من البصل من البتنجان كل شيء يأكله لي صراحة صافي كنكمل بحال هكا الفلفل ذاك الفوق ديالها كنقطع ليها مخصوش يبقى كبير بعد ما استفت الخضار ديالي كلها في طنجرة هذا هو الشكل ديال اللي كي شهي قبل ما نطيبوهم كي يجيوا رائعين كنستفوهم طوليا ما كن نعيسهم اش انا كنجي هنا يا كناخد واحد ايناء كنوضع فيه لرب البنادورة او البنادورة المصبرة كنوضع ثلاثة الملاعق كبيرة ممتلئة احتى لبعات الملاعق كبيرة ممتلئة كنضيف عليها ملح كنضيف عليها اربع بهارات او لا السبع بهارات متوفرة اضيفوا السبع بهارات كنضيف عليها الماء هي البنادورة ديالي اصلا انا فاش كاتكون عندي في القنينة كنضيف ليها الزيت باش كتبقى جيدة صافي كنخلط الكل جيدا نسبة الماء ادبو على حسب الكيميات المحاشي اللي عندكم فانا هنا تقريبا دبت واحد جوج كسان ونصف ديال العنبة تقريبا كنحرك جيدا حتى كدو بلي السلسة ديال البنادورة يمكن لكم تستعملوا اه طماطم مطبوخة يمكن لكم تحكوا الطماطم وطبخوها وتزيدوا عليها هاد السلسة ديال البنادورة ويمكن لكم الدبوغي السلسة كيف مادرت انا كنت جيدة هي لديها بزاف بزاف على ضمانتي صافي كنصب السلسة ديالنا على المحاشي ديالنا وكنوضعهم مباشرة فوق النار بعد نوضعهم على نار كتغلي هنا كنت مستعج له لانه كان يدخل عنا واحد يسيد كي يصلح بعض الاشياء في البيت كنت مستعج له في صبيتها في الواسطة يخصني صبه في الجنب وضعت تنشرة ديالي على النار عاليا بعد ما كتغلي كننقص النار على الاخر كنغطي فراحتها من بعد ما كيطيبوا المحاشي ديالنا ها هما كيكتشوفوا كيستوي وعلا راحت راحتهم كتبقى لنا السلسة التحت اللي غن نرافقوا بها المحاشي ديالنا من بعد كتتحط بوحدها وكننحطوا المحاشي بوحدهم قد ندوزوا التقديم وانتمنى ان شاء الله طبق اليوم يكون راقكم ونالريدكم هذا هو الطبق ديالنا كيجي جدا رائع الخضر ديالنا طيبا مزيان الطعم والأرواع كنا رفقوهم بالسلسة اللي طبقناها فيهم فيهم غير للأسف هنا راني ما بي ينتهش لكم كأننا وضعف واحد صحون صغيرة وكننحطها على جنب سبق لي قدمت معاكم هذا المحاشي في فيديو هات سابقة يمكن نخلي لكم فيديو اوزوج صندوق الوصف سوف نخلي لكم البهارات اللي ستستعملون كأربع بهارات وبالنسبة ل السبع بهارات سنشاركوه معاكم في فيديو ان شاء الله انتظروا كي كتشوفوا اني قسمت معاكم كوسة وانتضوقتها معاكم كتش جدا رائعة ديروا هالطبقة يعجبكم بزف 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 كل الخضر سيتكاليكم بهالطريقة سوف نقول لكم ما شاء الله يعني من غد ضوقوه سوف نديروا اضوقوه عد قولوا الله الله على ما حاشي ام عبدالله كنت من الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونالردكم مرة أخرى ديروا لايك للفيديو شاهكم الأحباب والأصدقاء شكراً على الحسن التتبع كنحبكم في الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تحياتي إلى فيديو قدر